أهلا بكم من جديد بعد عقدين من الزمان على الغزو الأمريكي البريطاني للعراق وسقوط العاصمة بغداد ما زال العراق يعاني من حالة عدم الاستقرار والمحاصصة الطائفية والعرقية والفساد الاقتصادي والنهب لثروات البلاد وما يزال الملايين من اللاجئين العراقيين يرفضون العودة إلى بلادهم التي تشهد حالة من عدم الاستقرار الأمني تنفذها جماعات طائفية وعرقية ومنذ التاسع من شهر أبريل من العام 2003 همش العراق عن دوره الإقليمي وباتت البوابة الشرقية للوطن العربي مشرعة شاهدنا للمزيد ورحب بضيفي هنا في الستوديو دكتور فارس الخطاب مدير المركز السومري للإعلام ودراسات المستقبل ورحبك دكتور فارس الذي تستذكره اليوم وعلق بذاكرتك في يوم سقوط بغداد وأين كنت في تلك اللحظة هو طبعا في حقيقة الأمر هذا يوم مؤلم مؤلم جدا ليس للعراقيين وليس للعرب فقط وليس للمسلمين فقط بل هو لكل شرفاء العالم لأنه يمثل جريمة كبراء جريمة غير قانونية جريمة غير إنسانية غير مبررة هو يوم ليس للسقوط بغداد وإنما السقوط الحلم العربي الذي كان ربما ينشد وطن عربي مستقر شبه موحد ذو إمكانيات اقتصادية وتنموية بشرية وإذا بالثور الأبيض التي يمثلها العراق القوة ربما التي يعتد بها ويعتمد عليها تسقط بأيدي محتل أجنبي عبثة في الأرض وفي الموجودات وفي الأموال وفي القيم الإنسانية التي ربما مثلت جزءا كبيرا من حياة العراقيين وأيضا جلب حفنة من العملاء الذين ارتضوا أن يكونوا أدوات بيده ومن ثم أدوات من بعده لدخول إيران على خط أيضا الاحتلال ربما المزدوج لهذا البلد الذي قدم الكثير طيلة تاريخها للبشرية وللأمة ولكن الحقيقة أخرج بشكل شبه تام عن هذا الدور من بعد تسعة أربعة ألفين وتلافة طيب بعد عقدين من الاحتلال الأمريكي البريطاني وتنصيب من ذكرتهم في الحكم العراق هل اتضحت أسباب هذا العدوان هذا الغزو للعراق اليوم؟ بالتأكيد العراق كما ذكرت يشكل قمم من القمم العربية في التنمية البشرية وفي المستوى العلمي وأيضا مستوى الصناعة المتطورة وأمور كثيرة المناهج العلمية على سبيل المثال في العراق كانت تمثل مرحلة متقدمة بالنسبة لدول العالم اعتبار العراق ليس ربما واحدة من دول العالم الثالث في السبعينات وبداية الاثمانينات هناك سبب ربما جوهري وهو علاقة العراق بالفلسطينيين وبفلسطين تحديدا هذه العقدة التي ربما شكلت عبر التاريخ سبب من أسباب استهداف العراق من الأنظمة الرجعية أولا ومن ثم من قبل الدول التي يهمها إنشاء الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وأعتقد أن الرسالة واضحة حتى صبيحة عيد الأضحى عندما أعدم الرئيس العراقي كان من ضمن فيتافاته أنه عاشت فلسطين حرة أبية عربية وهذا أيضا في رسالة كان في آخر ربما أنفاس الرئيس العراقي الراحل أعتقد أن العراق كان يمتلك القوة والقدرة التي لم يستطيعوا تجريدها من قيادته فاضطروا إلى خوض الحرب يعني أنا أذكر بوش الأب رئيس الأمريكي بوش الأب قال عن عبد الناصر وعن صدام حسين قال عبد الناصر امتلك القدرة ولم يمتلك القوة أما هذا ويقصد صدام حسين فقد امتلك القوة والقدرة ولن نسمح له باستخدامهما هذا هو الحقيقة يعني جوهر من يريد أن يبحث أما الحجج التي سيقت وتظهر مهزلة هذا الحقيقة العدوان عندما يساق قادة النظام السابق إلى المحاكم بتهم تعتبر جرائم يعني مدام بها الذين قاموا بها كجريمة محاولة اختيال رئيس دولة في زمن الحرب جريمة أخرى كذا وكذا هذه كلها تدول على أنه لا سبب وجيه يمكن حتى للعراقيين أن يتقدموا به من أجل أن يطلبوا نجدة دول كبرى عرفت بشرها وعدوانها على دول آمنة كفيتنام وكمبوديا ومناطق كثيرة من العالم لذلك العراق الحقيقة نشهد أنه تدهور الحالة العربية بعد لماذا؟ لأنه فعلا كان يمتلك القوة والقدرة على التغيير في الوطن العربي بغض النظر عن أي أخطاء ارتكبت خلال فترة حكم امتدت لأكثر من ثلاثة عقود لكن هذا لا يلغي دور العراق طيلة التاريخ العراق وبغداد التي اليوم احتلها الأمريكي الحقيقة كانت تمثل تاريخ العرب المشرق الدولة العباسية عاصمة الرشيد نعم فهذا هو الحقيقة من أسباب التي أدت إلى هذا القرار الإجرامي من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعد الغزو اليوم عشرون عاما والعراق يعيشوا بلا حياة إذا صح التعبير بلد منهوب لا دولة حقيقية الفساد مستشرين الطائفية مستشرية فيه تم العبث بكل المكونات الاجتماعية طائفيا وعرقيا ودينيا وسمي ما شيت هذا الذي وصل إليه العراق هل كان هو المخطط من الغزو أم هي تعبير عن فشل في التخطيط فشل أمريكي بريطاني في التخطيط أنا أعتقد ربما عكس ما يعتقد به الكثيرون أن هناك فشل لما خطط له الأمريكي لما بعد الاحتلال وهذا الحقيقة ليس من سياسات الدول الكبرى عندما تغزو يكون لديها برنامج كامل وهي الحقيقة استمرت فترة طويلة في التحضير لهذا الأدوان وهذا الغزو ثم الاحتلال لكن الهدف الأساسي هو تجهيل الشعب العراقي ضرب القواعد العلمية والفكرية للشعب العراقي وتغيير منايج التعليم بما يخدم هذا الغرض ونشاهد الآن في العراق يعني شهادات المزورة والأمور التي ربما يصعب تحديد حتى أنواحها وكمياتها جهل واضح في كل الأمور في الطقوس الدينية في الطقوس الاجتماعية في العادات في السلوكيات هذا هو المراد من تدمير العراق المراد تدمير الإنسان العراقي وقالها بيكر لطارق عزيز سنعيدكم إلى ما قبل الثورة الصناعية يعني العالم عندما كان لا يفقه شيئا من كل وسائل التطور هم يريدون أن يعيدون العراق لكن الشعب العراقي يبقى شعب عصي لأنه جذر التاريخي جذر عميق يمكن جينات الوراثية هي جينات لها علاقة بالرغبة بالتعلم والرغبة بالإبداع وربما التفوق والإقدام هذه كلها أيضا باتت واضحة للمحتل وأيضا للذين يحكمون يعني يحكمون من حقيقة من سفاهة الأمر أنه في عام 2004 بداية 2004 طالب القادة الذين يتبجحون أنهم قادوا العراق وما بعد يسموه السقوط يعني طالبوا في مجلس النواب أن يكون يوم تسعة أربعة يوم احتلال بغداد هو عيد الوطني للإراق عيد الوطني يعني عيد الاستقلال للإراق هل وجدت في العالم كله أشد سفاهة وقبحا من هؤلاء الناس ولولا يعني اعتراض بعض المناطق في وسط وشمال العراق على هذا المقترح لمضى كما مضت كثير من الأمر طيب أنت قلت بأن الدول الكبرى لا تقوم بمثل هذا الحراك دون تخطيط مسبق اليوم عندما تنظر إلى العراق وكأنه تم غزو العراق ليقدم على طبق من فضة أو ذهب حتى لإيران هل هذا كان ضمن المخطط أيضا؟ لا ليس ضمن المخطط لكن هم استفادوا من إيران في الهدف الذي تحدثت عنه الذي هو تجهيل الشعب العراقي وتقسيمه طائفيا والمعان في الفتنة الطائفية والشعوبية في العراق وهو أيضا من ضمن سياسات تشتيت الجهد العراقي لأي محاولة لإصلاح الوضع لذلك إيران دوره كبير بدون ما تتعب نفسها واشنطن ولندن في إحداث هذا التغيير بالشكل المراد لكن الذي سمح لي إيران بهذا الدور هي طبعا واشنطن بالدرجة الأساس التي أرادت أن يكون لإيران دور في هذه المهمة العصية العصية مسألة التجهيل ليست مسألة سهلة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اخشى على أمتي من الغفلة فكيف إذا أنت أمعنت في لبقاء على شعب كامل في غفلة دون الانتباه إلى الوسائل التي تتبع لتجهيله هذا قامت به إيران من عبر تغيير مناهج التعليم في العراق من الابتدائية من رياض الأطفال من رياض الأطفال عندما تشاهد الأفلام عن رياض الأطفال وكيف يقومون بتقوز دينية بعيدة عن الدين وبعيدة حتى عن آل البيت وعن الصحابة وعن أي شيء آخر تعلم ما هو الدور الإيراني في العراق أشكرك جزيلا دكتور فارس الخطاب مدير المركز السومري للإعلام ودراسات المستقبل على حضورك معنا شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر